احنا في اثبيع الحسم اثبيع الحسم الخاصة بيه السد الخراب السد الاسيوبي مصر كذا مرة بتتكلم على تحذير واضح السودان نفس الحكاية مصر عملت جولة مطولة في دول الافريقية قبل اسبوعين قام بيهم وزير الخارجية ورئيس استقبال عدد كبير من قادة دول الافريقية ومبحثات مع كل دول العالم فيما تعلق بيه السد الاسيوبي الآن الجاية هيكون فيه زيارات كتير لمصر اولا امريكا تتحرك الان بمنتهى القوة عملت مبعوث خصيصا لمنطقة القرن الافريقي هيزور مصر الامر القادمة مبعوث الامريكي هيزور مصر هيزور اسيوبيا وهيزور السودان ايضا رئيس الاتحاد الافريقي رئيس كونغا الديمقراطية تيشيسكيدي ايضا سيقوم بزيارة الالقاهرة قريبا خلال العمل القادمة ايضا لتباحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الوصول لحل فيما يتعلق بيه السد الاسيوبي والتحذيرات المصرية لعدم الملء قبل توقيع الاتفاق مصر حذرت انه مش هيتم السماح ابدا بالملء التاني قبل اتفاق وزير الخارجية السودانية ايضا مريم الصادق المهد ايضا النهاردة عملت جولة وكانت في زيارة ليه رئيس تيشيسكيدي النهاردة والكلم بشكل واضح على الملء التاني معناه تهديد للامن القومي ويهدد حياة السودانيين وبالتالي هناك حركة كبيرة من المجتمع الدولي ورئيس التحدي الفريقي عشان الوصول لحل مع الدول التلاتة احنا طلبنا واحد ومحدد وما فيش تراجع عنه عدم الملء التاني قبل توقيع الاتفاق اتفاق حول الملء والتشغيل عدم السماح ابدا انه اسيوبيا تلجأ الملء التاني في شهر سبعة قبل الملء والتشغيل النهاردة وزير الخارجية بالمناسبة بحقيها جدا قوية جدا تصرحتها قوية جدا بتتكلم بلا باقة وبتؤدي يعني في منتهى القوة وزير الخارجية السودانية الوزيرة مريم الصادق المهدي بتتكلم وبتقهو قدام حضراتكو نتعامل مع التقابعة الثانية لسد اسيوبيا على انها قضية امن قومي تهدد حياتنا كلام واضح ما فوجش يعني لبس الامر التاني اكدت انه اي اجراءات من جانب اسيوبيا هكون في منتهى الخطورة وبالتالي هتؤثر على حياتنا وتؤثر على حياة السودان والشعب السوداني وجهة رسائل قوية جدا انه فيما يتعلق به انه اسيوبيا عليها ان تمتنع عن هذا الامر انها لا تلجأ وقالت كمان انه لابد من الوصول الاتفاق قبل شهر 6 يعني نتكلم في ثلاثة اسابيع النهاردة قالت هذه التصرحات وزيرة الخارجية السودانية علينا ان نصل الى اتفاق قبل شهر يونيو القادم نتكلم في ثلاثة اسابيع من الان مش عايزين نصل لشهر 6 الا وهناك اتفاق بين الدول الثلاثة يرضي الاطراف ودول الثلاثة مصر والسودان واسيوبيا هل اسيوبيا تلتزم؟ هل دول التحرك الامريكي هيردع اسيوبيا؟ هل تحرك رئيس التحاد الافريكي هيردع اسيوبيا؟ على مسئوليتي اسيوبيا لن تتراجع مش اسم برنامج على مسئوليتي وانا بقولك على مسئوليتي اسيوبيا لن تتراجع اسيوبيا ستذهب للمالء التاني تحت اي ظرف خدها مني وانا بقول لها حالك النهاردة تلاتة مايو عشرين واحد وعشرين خدها مني زي ما قلتها لحضراتكو على مدى السنين اللي فاتت وبكرارها النهاردة مرة تانية